اشتركوا في القناة ومساءكم بكل خير تحية لكم وأهلا وسهلا بكم في برنامج يلزم الشيعة الحلقة الثامنة وبعتقد التاريخ حتى التوثيق اليوم الخامس من الشهر التاسع 2013 إن شاء الله يكون مش غلطا كنا وعدنا أن نتكلم عن موضوع قول النبي صلى الله عليه وسلم إيتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا لكن فاتنا بعض الأمور التي سوف أبدأ بها ثم نكمل إن شاء الله تعالى وعسى يكون عندنا إن شاء الله وقت كافي أول ما نريد أن نبحثه هو موضوع اللفظ الشيعة هل يجوز أنا وجيزي نفسي أنا أن أقول أنا شيعي وإذا قال الرافضي أنا شيعي ماذا يقصد بذلك طبعا ما نحن نطول في التعريف التعريف الشيعة الشيعة المتابع للقوم المنتمي إلى قبيلة مثل قوله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه وهكذا واللفظ أيضا سبحان الله يعني كيف قدر الله أن يختار الشيعة ويرطد ويرطدوا لأنفسهم هذه التسمية الدال على الفرقة وعلى التشرذم والدليل من كتابه تعالى قال الله عز وجل إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم وجعل أهلها شيعا إذن هذا اللفظ ليس لفظا مستساغا يعني شرعا أنه والله الله يرتضي لعباده هذه التسمية أنا الشيعي على شو أن تفتكر أنك أنت الشيعي والله سبحانه وتعالى استعمله في بيان التفرق والتشرذم وللأسف الشديد أقول وضع الشيعا اليوم هو آفة التشرذم في الأمة الإسلامية آفة التشرذم طبعا بعضهم يستدل لجهله يقول الدليل على أننا شيعة قوله تعالوا إن من شيعته لإبراهيم هذا حقيقة يعني جهل مش بس جهل جهل مركب يمكن أن نقابله مثلا بآيات أخرى كقوله تعالى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعَي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ شوفوا الشيعة الأولين الشيعة الشيعة وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ يعني سلفكم الشيعة هل سوف إذا بدكم تدلسوا ممكن أن نقابلكم بنفس الشيعة بس نحن لا نجيزه لأنفسنا فلفظ لفظ الشيعة ليس لفظا شرعيا يرتضيه الله لعباده فضلا عن أتباع أهل بيته هذا إذا كانوا حقا أتباعا لأهل بيته ثم يعطي التحذير القرآني مش أن لا نكون شيعة لا أن لا نكون شيعة كما قال سبحانه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة فرقت دين الأمة ورطموهم وانت فرقتوا أصلا وتشرذمتم فكيف تدون لأنفسكم هذا اللفظ المذموم أصلا في القرآن ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب يعني سبحانه gathered at all كل حزب بما لديهم فرحون نجل أي أخيرة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يعني الواحد يتبع هو لا قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا الشيعا مفرد شيعا فأنتوا واحد من منها الشيع إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون طهي تهينا من هذه الآن السؤال هل أنا أجيز لنفسي أن أقول أنا شيعي هل يجوز أني أنا أقول أنا شيعي أنا سوف أصدع بكلمة جديدة اليوم لو كنت في زمن علي في حربه مع معاوية لقلت أنا من شيعة علي أنا من شيعة أهل البيت بس انتهيت ما عاد فيه ما عاد فيه حرب بين سيدنا علي وبين سيدنا معاوية لأشوف فكرة من سيدنا علي يعني ما اختلف مع معاوية كان سيدنا علي ينزل إيديه وسيدنا معاوية يحط إيديه بالصلاة لا لا ما كان كبه هذا كتاب صحيح البخاري خلي إخواننا أهل السنة يعرفوا هذه الحقيقة أنه بالدليل من صحيح البخاري أن علي كان يضع يديه إحداهما يعني اليمنى على الرسغ يضع كفه الأيمن على الرسغ هذا هو الرسغ اللي هو المفصل بين الكف وبين اليد كان يضع كفه هكذا على عفوا الساعد أنا قلت اليد كان يضع كفه وخلينا اقرأها هذا هو هذا صحيح البخاري للأسف هذه نسخة قديمة مصرية ولذلك ما فيها ما فيها كتاب لأنها تجليد خياطة بيسموه طيب أعتقد أن هذا المجلد الأول الصفحة 370 كتاب العمل في الصلاة باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة وقال ابن عباس رضي الله عنه ما يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء ووضع أبو إسحاق قال انسوته في الصلاة ورفعها وضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه بالصاد أو السين كليهما على رسغه الأيسر إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا خلاص إذن سيدنا علي ما كان ينزل إيدي زي ما أنتو بتنزله إيديكن الآن هادي واحدة تهينا نرجع من الأول لو كنت أنا في زمن سيدنا علي كنت وقفت مع سيدنا علي ضد معاوية لكن لو كنت في زمن الحسن كنت بايعت معاوية كما بايعه الحسن نحن أتبع أهل البيت انتوارت وفقوهن كما رأيتم الحلقة الماضية سألت رجل واحد من المتوصلين لو كنت في زمن الحسن هل كنت اللي تبايع معاوية قال لا طيب الحسن بايعه فلو كنت أنا في زمن علي لكنت معه في صفي ولو كنت مع الحسن لكنت ممن بايع مع الحسن بايع معاوية طيب ولكن الأعداء والمتربصين كانت لهم مصالح سياسية وتربصا بالأمة هم الذين أحيوا وأعادوا لفظ تشيع شيعة مكرا بهذه الأمة للأسف الشديد مع أن زمن التشيع بين الفريقين إلى شيعة شيعة علي شيعة معاوية انتهى كيف انتهى انتهى بعام الجماعة شوه عام الجماعة لما بايع الحسن معاوية سمي هذا العام بعام الجماعة يعني لا تقولوا بعدين فيه تشيع شيعة أهل البيت وشيعة غير أهل البيت لا باعترافكم باعتراف باعتراف الشيعة هنا هم هذا كتاب بحار الأنوار هم المجلد 44 مجلد 44 الصفحة 65 شو بيقول جاهز طيب هذا هو بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما صالح عليه الحسن بن علي شوفوا الشيعة بتمسكه بكلمة صالح بس بعدين بيجع بيغمض عيونهن هذا ما صالح عليه الحسن بن علي ابن أبي طالب معاوية ابن أبي سفيان صالحه هم تتسكر عين الشيعة على أن يسلم إليه ولاية أمر المسلمين ما عندي نفس طويل مثل نفس الحيدة ليه مرجع صالحه على أن يسلم إليه ولاية أمر المسلمين بسلم ولاية أمر المسلمين على أن يعمل فيهم بكتاب الله وعتر عفوا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء الصالحين مش صنمي قريش وسيرة الخلفاء الصالحين شوفوا كم فائدة من كتب القوم وليس لمعاوية ابن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده عهدا بل يكون الأمر من بعده شو مش إمامة إثنى عشرية شورى بين المسلمين شورى بين المسلمين بكف هيك ولا أريدكم بعد في بعد في بعد خلينا شوف إذا في بعد عنها آه في في بعد هذا كتاب معجم رجال الحديث معجم رجال الحديث طيب المجلد أربعة عشر الصفحة أربعة وتسعين صفحة أربعة وتسعين خذينا نقرأ اقرأ بس تبيت الماء حتى يكون التصفين إن شاء الله واضح جيد عن 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 سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول دخل قيس بن سعد ابن عبادة الأنصاري صاحب شرطة الشرطة الحسن عبادة السلام فقال أبا محمد بايعت فقال له صاحب شرطة الخميس على معاوية فقال له معاوية بايع فنظر قيس إلى الحسن عليه السلام فقال أبا محمد بايعت فقال له معاوية أما تنتهي أما والله إني فقال له قيس ما شئت أما والله لئن شئت لتناقض أو كما ما بعرف فقام وكان مثل البعير جسما وكان خفيفا لحية ما بهمنا قال فقام قام إليه الحسن فقال له بايع يا قيس فبايع بايع يا قيس فبايع فهين من هاي بعد في عنا طيب نتوجه للكاميرا حتى نعرض بعض الصور لبعض المرات في كتب أستطيع أن آتي بها وبعض المرات كتب ما أستطيع أن آتي بها نعم فلعلنا نستعرض نعم لعلنا نستعرض وإياكم الآن عفوا اللحظة أيها الكتب من التصوير كتب مصورة يعني بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب اسمه كشف الغمة في معرفة الأئمة لأبي الفتح الأربلي دار الأضواء في هذا الكتاب ماذا يقول نفس الكلام نفس الكلام أيها ومن كلامه ما كتبه في كتاب الصلح الذي استقر بينه وبين المعاوية حيث رأى حقنا الدماء وإطفاء الفتنة ماشي وهو بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما صالح عليه الحسن ابن علي ابن أبي طالب معاوية ابن أبي سفيان صالحه على أن يسلم إليه ولاية أمر المسلمين على أن يعمل فيهم بكتاب الله وسنة رسول الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس الكلام وليس معاوية وليس لمعاوية ابن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده عهدا بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين إلى آخر ما قل انتهينا إذن من هذا النص نذهب إلى نص آخر هذا نفس كلام المعجم للخوئي لكن طبعة أخرى المجلد الخمسة عشر صفحة سبعة وتسعين اللي عندي أنا أربعة عشر صفحة أربعة وتسعين كذلك رجال الكشي المجلد الثاني صفحة 111 نفس الكلام نفس الكلام انتهينا انتهينا إذن هذا العمل الذي عمله الحسن سوف يكون حجة على الشيعة لأنه قضى على الفرقة وسمي العام بعمل جماعة ما باء تقول فيه اسمه شيعة كان شيعة علي وشيعة معاوية وانتهى بمبايعة أهل البيت لمعاوية هذه كررناها لكن إن شاء الله يكون فيها فائدة الآن طيب السؤال الآن يلزمكم أن الحسن والحسين كان من شيعة معاوية لأنه بايعوا اللي حاربوا مع سيدنا عليه هم الذين بايعوا عليا نعم وقفوا معه ضد معاوية هذا هو شيعة علي طب لما بايع الحسن الحسين لما بايعوا معاوية شو بصيروه سؤال بدنا جواب شو بصيروه بصيروه من شيعة معاوية بتكون تستعملوه الشيعة ما في مشكلة استعملوه في حق الحسن الحسين كان من شيعة معاوية بايع الحسن معاوية ووافق على ذلك يعني مضى معه في ذلك كان معه أربعين ألف جندي لا قبل لمعاوية بجيشه وهذا ما اعترف به عمر بن العاص يعني يقول أن هذا الجيش إذا أتقام إذا إذا بغى قوما إذا أراد قوما فإنهم لا قبل لهم به فأرسله معاوية قال اذهب إليه وسله ما يريد وأعرض عليها الصلح هذا الذي حدث تهينا انتهينا طيب والله هو حجة هو حجة على من يأبون إلا أن يبقوا في هذا المذهب الذي اليوم نشوف له أبعاد خطيرة على الأمة الآن أينما حل التشيع حلت الفتن معه المناطق البعيدة من التشيع ماليزيا وغير اندونيسيا ما فيها الفتن كل المناطق المحيطة بإيران الآن وبالعراق وبسوريا كلها مناطق منكوبة بسبب هذا التشيع إذن العام الجماعة أنهى الشيعة وأنهى التشيع ودخل الحسن في شيعة معاوية ما تزعلوا مني لا تغضبوا لهذا لا تتبعوا أهواءكم هذا واقع أنتم اعترفتم به الحسن بايا معاوية شو معناته ما معناه لا تتمسكوا بكلمة صالحه لأنه قرأت عليكم النص من عدة كتب على أن يسلم إليه ولاية أمر المسلمين هذا يقضي على العصم ويقضي على ركن الإمام عندكم يقضي على أشياء كثيرة انتهينا من هذه نأتي إلى موضوع لفظ عصمة وأنا سوف أذكر موضوع العصمة لأنه المرة الماضية تكلمت في حديث اللهم هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كساء على فاطمة وعلي وحسن حسين عليهم السلام رضي الله عنهم وارضاهم جللهم بالكساء ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وهذا هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني أراد النبي أن يشملهم فضل الخطاب الذي خاطب الله به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك دعا قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ونحن ديما منقول لفظ أهل البيت إذا إذا أدخلنا نحن فيه أزواج النبي طبعا لأنه الخطاب لألهم الخطاب لألهم اقرأوا الآية إذا أدخلنا أزواج النبي في الآية لم نخرج أبنائه ولم نخرج ابن عمه أيضا لكن الشيعة ماذا يفعلون إذا أدخلوا أبناء النبي وابن عمه صلى الله عليه وسلم في أهل البيت أخرجوا النساء هل سوف تخرجون خديجة من النساء هل سوف تقولون أن خديجة ليست من أهل بيت النبي ولا هتقول لا هي تدخل لكن عائشة ما تدخل لأنها خرجت على إمام زمانها هذه النغم المعروفة وهذا من الكذب طيب وضع سياسي لنفرض أنها أخطأ هذا وضع سياسي لا يخرجها مما أدخلها القرآن فيه بل إن القرآن أتى برفض أهل البيت ثلاث مرات وكلها في حق النساء والأزواج فوضع سياسي مشكلة سياسية حدثت لو فرضنا لو فرضنا ونحن لا نتعقد أبدا أنها حاربت علي رضي الله عنه أبدا لو فرضنا أنها فعلة ما تخرج بهذا الفعل لو أخطأت مثلا ما تخرج به من كونها من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نعم بل إن الله سبحانه وتعالى أدخل امرأة نوح وامرأة لوط في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكنه استثنى من الطائعين استثناهما من الطائعين وذكر أنهما خانتا زوجيهما لكن لكن أطلق لهما وصف الأهل أدخلهما في الأهل إلا امرأته إيش قدرناها من الغابرين وفي رواية قدرنا إنها لمن الغابرين الاستثناء هنا مش إنما ما عادت من الأهل لا الاستثناء للمعاصي التي وقعت للخيانة التي وقعتها فيها طيح ما معنى معصوم ما معنى معصوم العصمة الامتناع هذا لغة العصمة هي الامتناع وروا الشيعة عن زين العابدين أنه قال المعصوم من اعتصم بحبل الله أخبروني أيها الشيعة الآن طبعا هذا موجود في كتاب معاني الأخبار لإبن بابويه وكذلك رواه المجلسي وغيره المعصوم من اعتصم بحبل الله طيب هذا الاعتصام الآن إذا أنا اعتصم بحبل الله كن معصوم نا كن معصوم بمقتضى كلام زين العابدين المعصوم من اعتصم بحبل الله مش المعصوم من خلق من طينة مكنونة من تحت العرش طبعا يقولوا مش المعصوم هو الذي لا يخطئ لا يسهو ما قال هكذا قال المعصوم من اعتصم بحبل الله امتنع من الزلات امتنع من المعاصي امتنع بماذا بتمسكه بحبل الله بكتاب الله قال وحبل الله هو القرآن نرجع من عيد نص المعصوم ومن يعتصم بحبل الله وحبل الله هو القرآن مش حبل الله أهل البيت تتمسكوا فيه هناك لا لا خلينا مثل ما بينا لكم أن لفظ أهل البيت في القرآن يخالف ما بنيتم عليه مذهبكم من الأساس خلينا شوف لفظ عصمة في القرآن هل هناك آيات؟ نعم امرأة العزيز قالت وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ وَلَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِّنَ الصَّاغِرِينَ فَاسْتَعْصَمْ المفسرون أجمعوا على أن معنى فاستعصم مش أنه تذكر أنه هو معصوم أنتوا بتقول الأنبياء ولا أمي معصومين فما معنى فاستعصم هنا امتنى ماذا فعل قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين القراءة ليقرأنا هذا على الهامش أنا من مقلدي المشاوي منذ نشأتي وبدايتي أنا أقلده تماما ولله الحمد إذن ما هو استعصامه استعصامه طلبه من الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنه كيدهن شو ما كان عارف حاله سيدنا سيدنا يوسف أنه هو معصوم بحسب المعتقد الشيعي أنه مهما مهما حاولت معه ومعصوم لا يمكن هو يقول الآن وإلا تصرف عني وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين رب العالمي إذا كان يعلم أنه سيدنا نوح مثلا أنه لا يمكن أن يعصي لماذا قال له إني أعظك أن تكون من الجاهلين حتى حتقولوا أنه ربنا أيضا ما بيعلم أنه نوح معصوم أين أنتم من القرآن هنا أذكركم بهذا القول لزين العابدين إذا ما استمعتم إلى آيات الله ولم تقارنوا موروثكم ومعتقدكم بكتاب الله عز وجل فأنتم مخالفون لما قاله زين العابدين هذا هو حبل الله إذا هذا الحبل خالف الحبل لمهالهل اللي عندكم ارهوا بهذا الحبل وتمسكوا بكتاب الله مشهدا مقتضى ما ترونه عن الأئمة أنهم قالوا إذا جاءكم الحديث عننا فأعرضوه على كتاب الله فإن خالف كتاب الله فاضربوا به وعرض الحائط وهذا أصلا هذه الرواية تضرب موضوع العصم تماما أنتم الآن في حيرة من أمركم رواية صحة عن الإمام قال عن مثل المجلسي صحيحة لنأخذ مثلا قول قول أبي جعفر إن القرآن الذي نزل به جبرائيل على محمد صلى الله عليه وسلم 17 ألف آية عرضوها على كتاب الله يحو كتاب الله وين كتاب الله لا هذا مش كتاب الله بيشبهه هذا مفاتيح الجنان بعدين بيجي وقته أعرضوها على كتاب الله هذا كتاب الله النبي يوسف استعصم بأن دع الله عز وجل أن يصرف عنه كيدهن واعترف بضعفه اعترف بضعفه من حيث الطبيعة البشرية وإن لم تصرف عني وإن لا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وإن لا تصرف لعلي قلت مقبل وإن لم وإن لا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين نأتي إلى نوح ونادى نوح ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني يركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين قال سآوي إلى جبل يعصمني شيعني يعصمني يا شيعة يعني بصير معصوم بصير من أهل البيت يعصم يعني يمنعني من الماء يمنعني من الماء هذا القرآن طيب كذلك للذين أحسن الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هذه الشعبان الصياد هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم ما لهم من الله من عاصم لن يمنعهم أحد من عقوبة الله لهم ما لهم من الله من عاصم من مانع من حامي يحميهم يقيهم عقوبة الله عز وجل هذا كتاب الله طيب كذلك يوم تولون مدبرين هذا مؤمن آل فرعون ما لكم من الله من عاصم ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ما لكم من الله من عاصم نفس الشيء طيب نعود للمرأة يوسف ماذا قالت قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوت لا قرأناها استغفر الله ولقد راوته عن نفسي فاستعصم تهينا طيب كذلك يقول الله عز وجل قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة من ذا الذي يعصمكم من الله من ذا الذي يمنعكم آيات قرآنية سؤال في الصميم سؤال في الصميم جهزوا أنفسكم إذا كان الله يريد مننا أن نفهم من كلمة العصمة عدم الخطأ فلماذا أورد أخطاء للأنبياء عبس وتولى كذب الشيعة فقالوا هذه في حق عثمان قلنا لهم جيبونا رواية ولو ضعيفة من عندكم بس يكون فيها أساني إسناد ولو ضعيفة ولو موضوع مكذوبة جيبوا الرواية من يمكن من شيء عشر سنين وأنا أطلقت هذا التحدي وإلى الآن ما أحد أتى ولا برواية مسندة ولا برواية واحدة مسندة طيب إذن الشيعة قالوا العصمة عدم الوقوع في الخطأ قلنا طيب ليس في العصمة في القرآن هذا المعنى الذي تذكرونه على الرغم من كثرة ورود لفظ عصمة عصمة عاصم في كتاب الله وكل شيء عرض كتاب الله ضربوا يو عرض حائد بس ما تضربوا يعني إذا كان هذا أصل مذهبكم مذهبكم قام على هذا الشيء بمعنى أن تضربوا بمذهبكم عرض الحائد مش بس هذه المسألة لا طيب إذا كان العصمة عندكم تعني نفي الوقوع في الخطأ بس أنت اعترفتوا أنه وقع الخطأ من النبي صلى الله عليه وسلم طبعا آيات كثيرة مثل قوله تعالى لنوح إني أعذك أن تكون من الجاهلين مثل قول الله عز وجل عن يونس فلولا أنه كان من المسبحين لذيث في بطنه إلى يوم يبعثون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذب وتخفي في نفسك ما الله مبديه والله وتخشى الناس والله أحقوا أن تخشى آيات كثيرة جدا مش أي أو أيتان فإذا الله عز وجل أراد بنا أن نفهم معنى العصمة بمعنى عدم الوقوع من الخطأ وأن هذا خاص ليش أطلقه وعممه زين العبدين وقال المعصوم من تمسك بحبل الله ليش أطلقه ولم يخصصه في أهل البيت لماذا لم يقل المعصوم من كان من شيعة علي أو من كان من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال ذلك بفضل كتاب الكافي كتاب الكافي الكافي المجلد الثالث المجلد الثالث صفحة 355 كتاب الكافي بس إن شاء الله واضح عن سماعة ابن مهران قال قال أبو عبد الله عليه السلام من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدة السهو فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الظهر ركعتين ثم سهاء فسلم سيدنا موسى نسي فلما بلغ مجمع بين دخلك أنتوا الشيء ما بتقروا بسوط الكهف كل أسبوع ما بتمر عليكم يا آيات فلما بلغ مجمع بينهما نسي أحوتهما نسي اتنين اتنين بحثين سيدنا موسى قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب قال أرأيت إذ أوين إلى الصخرة فأني نسيت الحوت شو بيقول الشيعة أيوشع بن نون هو اللي نسي لأنه قال فأني نسيت مش سيدنا موسى رك أنتوا بتتجاهل عيب عيب عليكم الله سبحانه وتعالى أثبت أن نسيان لكليهما فلما بلغا مثنى مجمع بينهما نسيا وكأن الله يقول للشيعة كم مرة أوردت لكم المثنى كم مرة بلغا بينهما نسيا حوتهما سبحان الله قاله طيب ليش سيدنا موسى قال آتنا غداءنا سبحان الله طيب هل سيدنا موسى كان مذكر أنه الحوت أنه الحوت مش معهم كيف بيقوله آتنا غداءنا وسيدنا موسى ما نسي أنه الحوت ترك هناك يعني يعني سيدنا موسى عم يكذب عم يخدع عم يدلس كيف بيقوله آتنا غداءنا وهو ما نسي ومذكر أنه تركوا الحوت طيب ليش يتركوا الحوت حتلاقوا دايما مشاكل وفي نفس الآية لا تؤاخذني قال للخضر لا تؤاخذني بما نسيت بيجو الشيعة الآن بيلعبه النسيان على معنين معنى الترك ومعنى النسيان العفوي الخطأي طيب أيهما رجع اعتقد في التبيان للتوسي رجع آخر شي أن المعنى الأول اللي هو المعنى النسيان الخطأي هو الصحيح طيب ليش أنت تلعب بالناس وتأسمهم النسيان ليه لماذا تلعب بالناس ليش أنا ماستطيع أتلقى المكالمات حتى أنهي موضوع يعني ولو أعطوني كم باقي من الوقت إذن معنى ولو تلت ساعة مثلا أين عم الله يزيكم الخير بارك الله فيكم طيب إذن ثم سها فسلم هل هذه الرواية صحيحة عند الشيعة نعم مجلد لا إله إلا الله خمسة عشر صفحة 200 وواحد مجلد خمسة عشر صفحة 200 وواحد على ما أذكر إن شاء الله أني ما أكون غلطان صفحة 200 وواحد هذه يقول عن هذه الرواية هذا هو مرآة العقول مجلد خمسة عشر صفحة 200 وواحد طبعا سوف تأتي الرواية فيما بعد بس بداية وهنا هنا السند يقول عنها هذا الحديث الأول رأم واحد عفوا وين القنام هذا رقم واحد فيه السند فهو الآن يبدأ به الحديث الأول يقول موثاق موثاق شو هي الرواية نفس الرواية اللي ذكرناها من كتاب الكافي اللي هي ثم سهى فسلم ثم سهى فسلم آه في شيء تاني أنا كنت بدي أذكره بكتاب الكافي أيضا إذا كنت مجلس غلطان أيضا لأن فيه رواية أخرى بتهمنا إذا كنت موجودة فيها يقول أن الله عز وجل هو الذي أسهى نبيه حتى يعلم الناس وين الرواية وين الرواية طيب العليه يشوفها آه موجودة هنا آه آه أين هذه يقول في الرواية وقال إن الله هو الذي أسهاه أو أنساه رحمة للأمة رحمة للأمة هذا ما تقولونه مش بس رحمة بالأمة إبطالا لمذهب من قالوا النبي لا يجوز أن ينسى حرام خطأ مش ممكن وإلا ممكن ينسى الوحي شامع من رب العالمين الذي قال إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون اطمئنه كان النبي أمي ومع ذلك لم يختلت عليه شيء وبلغ الوحي كما أراد الله عز وجل بالرغم أميته اطمنه اطمنه حتى لو نسي النبي صلى الله عليه وسلم نعم فإن الله كما قال موسى لا يضل ربي ولا ينسى الشيعة شوف يقول لا يضل إمامي ولا ينسى مع رب العمين هيك مثله لا يضل إمامي ولا ينسى مع أنه هذه خاصة برب العمين لا يضل ربي ولا ينسى ربي لا ينسى الذي قال موسى عنه لا يضل ولا ينسى هو الذي قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهذا لا يضل ربي ولا ينسى ما رأيكم هل تقولون لا يضل إمامي ولا ينسى هل سوف تقولونها طبعا سوف تقولون نعم هذه عقدتكم هذه عقدتكم طح كأني أنا نسيت شيء من الشنطة الشنطة فيها حبتين هيك من دورات شفنا إياهم لو سمعت كان والله كان بدي أفتحهم بس الظاهر أنه ما يجونا كان في حبتين هيك لون أخضر وجدتهم لعلوا يجدون إن شاء الله تعالى أي في نوع من الفواكه بتخلي الإنسان يصير معصوم عند الشيعة نشوف هذا كتاب اسمه مفاتيح الجنان مفاتيح الجنان قلت لكم إنه شكله بسم الله من شاء الله يعني كأنه كأنه قرآن بتكلف عليه كتير ولا يكاد يخلو منه منزل من بيوت الشيعة أعطينا أيها الأغذية أعطينا أيها الله أعطيك العافية هم هاي هاي اللي هون نحطها كيف بتبين هلأ نحطها هون أيها بيوني ما عليش نعتذر للمجلسة حطينا حبتين رمان على كتابه ما عليش ما هو بيسب فيه بيسب فيه الشيعة وبيقول أنه بيسب فيه أبا بكر عمر ما عليش ما بيأسر في هذا الكتاب آه عفوا ما كذا هنا الصفحة 64 يقول يقول التفتوا لي جيدا عميثم علي اللي عم ألده يقول التفتوا لي جيدا أكلوا الرمان على الريق وأكلوا سبعة أوراق من الهندباء يا والله أنا ذكرت الهندب أحب كثير الهندب وأكلوا سبعة أوراق من الهندباء قبل الزوال لازم أبل لازم أبل أبل الزوال الشمس يعني ما يكون بعد الظهر قبل الظهر بشوي وعن موسى بن جعفر عليهما السلام قال من أكل رمانة يوم الجمعة على الريق نورت قلبه أربعين صباحا قويس فإن أكل الرمانتين هدى بيتامين معنوي spiritual vitamin فإن أكل الرمانتين فثمانين يوما فإن أكل ثلاثة فمائة وعشرين يوما وطردت عنه وسوسة الشيطان افتحوا لنا الرمان والله شاهوني على أكله ومن طردت عنه وسوسة الشيطان لم يعص الله التفتوا جيدا ومن طردت عنه وسوسة الشيطان لم يعص الله ومن لم يعص الله أدخله الله الجنة قديش قديش لم يعصي لحظة شوف أربعين 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 مئة وعشرين مئة وعشرين نوم مئة وعشرين ضربهم بكمان باتنين يعني إذن على تلاثمية وций يعني مناكلنا بتسع بعتقد تسع رمانات تسع رمانات تسع رمانات عند اليوم مئة وعشرين آه عفوا عند اليوم تلاثمية وخمسة وستطف طبعا في فرق بين التوقيط بين التاريخ الهجري وبين الميلادي في عنا خمسة عشر يوم تفرق على فكرة فلخلنا ناخدهم على الهجري عند اليوم تلاثمية و أربعة وستين تلاثمية وثلاثة وستين لازم تنتبه انه انتهت صلاحية العصمة لازم تخلي عندك شو نعم نفس اليوم ولا تفوض العصمة فبالتالي تسع حبات رمان على مدى السنة ما شاء الله بتخليك معصوم ما بتحتاج تكون تنتمي الى اهل البيت لا 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 ما ضروري انت ما حتعصي اذا اكلت تسع رمانات بالسنة تسع رمانات خلص بتخليك على مدى تلاتمية وشوي تلاتمية وشوي معصوم بالله عليكم بينك وبين الله عرفتم مني بيقولها اهذا كلام يعقل في كتاب يعني زخرفو وعملومة الكتاب رب العالمين وفي هذا الكتاب لما يتكلم عن السرداب واني بقولوا نحن من اختراعنا موضوع السرداب هذا ها في اداب السرداب الطاهر وصفة زيارة حج جئت الله على العباد يقول وكان كان المدخل السرداب خلف القبر عند مرقد السيدة نرجس خاتون ولعله الان واقع في الرواق فكان ينحذر الى مسلسك مظلم طويل ينتهي بباب يفتح يفتح وسط سرداب الغيبة والسرداب في عصر الحاضر المزخرف بالمرايا الى اخر الاخ الاخ هذا الكتاب هذا الكتاب يقول لنا من اكل تسع رمانات اوه سقط الكتاب اللهم استعان من اكل تسع رمانات خلاص صار معصوم هذا كلام هذا كلام يعقل طيح اذا ثبت سهو النبي بالإسناد الصحيح عندكم وهذا موافق للقرآن شو هتعمل الآن بالله عليكم هل تعلمون ماذا قال الحيدري صاحب بيني وبينك وبين الله هل تعلمون ماذا قال لما روى هذه الرواية بئس ما رواه الكلين بئس عفوا بئس ما رواه الكلين بئس ما صححه المجلس نحن نقول ليش بئسه هذا موافق للقرآن هل سوف تقول يا كمال حيدري بئس ما أوحى الله به على نبيه من إثبات آيات من إثبات نسيان الأنبياء هل سوف تقول ذلك مش أنت بتقول للناس عامل لي حلقات من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن طيح هذه رواية حديثية عرضها على القرآن هل سوف تثبت السهو أم سوف هون ببين يا أيها الشيعة هون يتبين لكم مدى كاريزما وزخرف هذا الرجل سألوه هذا السؤال بالله عليكم هذه الرواية التي غضبت منها وقلت بئس ما رواه الكلين هل سوف تقول نفس الكلام في حق كتاب الله الذي أثبت النسيان للأنبياء لا تؤاخذني بما نسيت هذا قول موسى ماذا سوف تقول طيح نعود فنقول يلزم من وضع الكساء ربط ربط الكساء ربط وضع النبي الكساء ربطه بالإمامة أن تصير فاطمة إمامة يلزم يلزم أن تقولوا النبي أعدها أو أراد مننا أن نفهم أنه يجب أن نعطيها الإمامة وتكون إمامة ما حصل هذا طيح ماذا سوف تقولون العصمة إذا قلتم أنه يلزم من ذلك العصمة حينئذ نقول لكم تفضلوا هذه الآيات يعني الآيات كثيرة في 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 نسيان الأنبياء وفي كذا ماذا سوف تقولون الآن ولن يلزمكم شيء أبدا إذا قلتم أراد النبي أبيان فضلهم وإضافتهم إلى فضل أزواجه لن يلزمكم شيء أبدا أما إذا أصريتم على ربط الكساء بالعصمة فهذا من الأغاليط والأضحكات ويلزمكم من ذلك إمامة وعصمة المنافقين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّنت في الرواية رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ذاك الرجل بردته لبسها ثم قال أردتم من ذلك أن تكون كفن إذا مت فتوفي فكانت كفنه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قميصه للمنافق عبد الله بن أبي بن سلول وكفن به وهذه لها قصة أخرى لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ما استطاع وثاقة المسلم وثاقة من يتظاهر بالإسلام وترك ما تكنه ما يكنه صدره إلى الله سبحانه وتعالى قدم إحسان الظن وهذا درس عظيم لنا انتهينا الآن انتهينا الآن من موضوع الكساء وانتهينا من موضوع العصمة عن طريق الفاكهة انتهينا من ذلك في نوع جديد من العمل في نوع آخر من العمل إذا عمله الإنسان مش بس بيصير معصوم بل يزاحم النبي يسابق النبي في الجنة إلى أعلى الدرجات ما هو هذا العمل يا ترى؟ تعالوا ننظر إلى ما في كتب القوم تعالوا ننظر إلى ما في كتب القوم نفتح نفتح نشوف هذه الصفحة الآن كتاب منهاج الصادقين للكاشاني مولى فتح الله الكاشاني قدس سره دعوا له تعرض الصورة إخواننا بارك الله فيكم طيب هذا الغلاف لسأل الآن ما رأيت الصورة هل عرضت الصورة؟ أخي المخرج عرضت الصورة أم لا؟ أيوة طيب بارك الله فيكم هذا كتاب منهاج الصادقين للكاشاني ماذا يقول هنا خلينا كبر الصفحة أنا أعتذر أن الصورة غير واضحة كثير يعني لكن إن شاء الله أنا تقرأ يقول قال النبي صلى الله عليه وآله من تمتع مرة أمن من صخة الجبار ومن تمتع مرتين حشر مع الأبرار ومن تمتع ثلاث مرات زاحمني في الجنان كذلك رواية أخرى من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين عليه السلام من اللي يقول هلأ هون لا أدري لأني أنا ما أقوم هذا كان بالفارسي فأنا أعتذر ما أعرف أقرأ فارسي لكن هنا الآن يبدأ بالعربي هنا هنا يبدأ بالعربي وأنا أكبر الصفحة شوي أيوة من تمتع مرة كان درجته كان درجته كدرجة الحسين عليه السلام ومن تمتع مرتين كانت درجته كدرجة الحسن عليه السلام هذا ما يفضل الحسن على الحسين الآن ومن تمتع ثلاث مرات كان درجته كدرجة علي بن أبي طالب ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجة يعني النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات تمتع بتخليك بمنزلة النبي في نفس درجة النبي تمتع طيب شو بيقوله بعدين يا رطيف وفي شي خطير جدا قال من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع شو يعني يا إخوان شو يعني وهو أجدع ما معنى وهو أجدع يعني يقولون مقطوع العضو عقوبة له أين هذا معنى أجدع مقطوع مقطوع شو عقوبة له ما استعمل الموضوع حسب ما الله يعني خلق له خلق له آلة ليزاحم بها النبي صلى الله عليه وسلم فلن يستعملها فيأتي يوم القيامة هو مقطوع العضو طيب ثم هنا أعجب أنه يقول هنا الآن في صفحة المجلد الجزء الثاني صفحة أربعمية واثنين وتسعين خمسة وتسعين عفوا يقول وولد متعة أفضل طبعا هو الآن يبدأ يكتب يتكلم فارسي وولد متعة أفضل أست أزلد زوجة دائمة يعني زواج المتعة الولد من زوجة المتعة أفضل من زوجة الزواج الدائم ومنكر ومنكران كافر مرتد أعرفت شو معناتها أعرفت شو معناتها يعني منكر المتعة كافر مرتد مكفرجي لمجرد ترك المتعة أنا طيب طيب واحد إمامي وما بده يمارس المتعة في ناس كتير منهم اتجاني مرة يقول أنا ما استعملتها أنا أنا ما أفعل ليه أنت خايف لماذا أنت خايف هو أنا عم يقول لك الكاشاني أنه إذا أربع مرات بتستعملها بتصير بجرجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليه مستحي آخر سورة الآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمتع مرة واحدة عتق ثلثه من النار ومن تمتع مرتين عتق ثلثاه من النار ومن تمتع ثلاث مرات عتق كله من النار والله واحد مفروض مفروض الآن عنده لا شغلي ولا عملي حط حاله بدي يضمن الجنة يا أخي بدي يضمن الجنة بيدله قاعد يعني عم يعمل ما يضمن له دخول الجنة شو هيدا؟ هيدا مذهب هيدا؟ هذا الذي يتضاه ربنا لعباده طيب نكمل نكمل إن شاء الله الآن انتهينا من موضوع العصمة وذكرنا اللوازن فيه يظهر أنه ما حنكمل ما حنلحق على حديث إيتوني بدوات المكدف ما أذي كان بقي من الوقت يبدو أنه خمسة عشر دقيقة أو عشرين ماكسيموم عشرين عم تصلني الأخبار نعم كان ودي بالتلاتين بس ما بعرف زي اسم حولي طيب نأتي إلى موضوع سريع قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النملي فأحرقت هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه ورواها البخاري استنكر الرافضة هذه الرواية وتكلموا فيها وعندي صورة من كتاب كتاب اسمه أبي هريرة ممكن نعرضه بالصورة بارك الله فيكم أيوة هذا لعبد عبد المخلوق مش عبد الله عبد الحسين شرف الدين الموسوي هذا كتاب اسمه كتاب أبي هريرة شوف شؤال فيه يقول الله ما أدري ماذا يقول مصحح هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا الله وقد أجمع ولأنه لا يجوز الإحراق بالنار للحيوان مطلقا إلا إذا أحرق إنسان إنسانا فما إلى آخره يعني الآن هو يستنكر هذه الرواية ثم يقول لم يبلغنا مثل هذا السهو عن أحد ولا أظن وقوعه ومثل هذا يتكلم الآن عن السهو النبي عفوا ومثل هذا لا يجوز على الأنبياء أبدا كنا ذكرنا ذلك طيب كذلك نعم نتهينا المهم أنه هنا يتكلم عن وأتى بأمرين موضوع الإحراق النمل وموضوع سهو النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على جهله شو ما أري أبدا بكتاب الكاثي وصححه المجلسي أن النبي سهف سلام وجالس الآن ينكر السهو يقول هذا لا يليق بالأنبياء كيف رسول الله يصلي وقرة عينه في الصلاة ثم بعد ذلك يسهو ثم بعد ذلك يسهو عن صلاته يظهر لي أنه ما أريب عمره كتاب الكافي وجبنا له الرواية من كتابه مصححة من المجلسي تهينا من هذه نأتي إلى موضوع إحراق إحراق نبي قرية نمل لمجرد أن نملة قرصته فأنكر عليه وقيل له يعني أحرقت قرية كاملة فهلا أحرقت واحدة يعني بس اللي أرزتك فقط طيب يقول هذا من عبد الحسين يقول هذا من التخريف طيب الشرك عبد الحسين مش من التخريف أيضا ماشي نعم وأيضا يلزم جهله فقد روى الشيعة مثل هذه الرواية سئل جعفر أولا عن قتل النمل إذا آذينا فقال لا بأس بقتلهن وإحراقهن لا بأس في ذلك قرب الإسناد للحميري صفحة 83 بحار الأنوار مجلد 73 صفحة 339 وروا المجلسي هذا الحديث أيضا في كتابه في مجلد آخر واحدة وستين ميتين وثلاثة واربعين ويصرح الحر العاملي بأن النهي عن قتل النمل إنما هو مخصوص بمن لا يؤذي إذا ما هذا لا يؤذي جيد وسائل الشيعة مجلد 8 صفحة 392 هذا يبين أن هؤلاء الناس يستنكرون بعقولهم القاصرة وجهلهم وهذا الذي يرد على الحيدر يقول الله أنا بعقلي أنا أنظر أنا أنظر إلى السياق القرآني المرتبط بهذا الحديث ويترتب على ذلك إما أنه صحح الحديث أو ضاعف الحديث وهؤلاء يستنكرون روايات هي صحيحة في كتب يستنكرونها علينا وهي مروية مصححة في كتبهم طيب طيب أيضا روى أحمد في مسنده بإسناد صحيح على شرط البقاري أن علي أحرق أحرق قوما وأذكر أن فيها رفض آخر في البقاري قال له ابن عباس لو كنت مكانك ما فعلت ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار طيب هنا سيدنا علي رضي الله عنه فعل ذلك وصحح له نبهه نصحه ابن عباس رضي الله عنهما وجاء في موقع الموقع على الإنترنت اسمه العقائد أن رجل أتى أمير المؤمنين فشاهد أنه رأى رجلين بالكوفة من المسلمين يصليان لصنم فقال علي عليه السلام ويحك لعله بعض من يشتبه عليك أمره فأرسل رجلا فنظر إليهما وهما يصليان لصنم فأتى بهما فقال لهما أمير المؤمنين عليه السلام ارجعا فأبيا فخد لهما في الأرض أخدودا وأجج فيه نارا فطرحهما فيه روى ذلك موسى بن بكر عن الفضيل ابن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام وهذا في كتاب من لا يحضره الفقير الجزء الثالث صفحة 150 فيلزمكم أن مذهب علي الإشفاق على النمل من دون الإشفاق على البشر لكن لدينا مشكلة هنا لدينا مشكلة الرافضة يستنكرون قتل النمل قالوا لأن النمل يسبح وكان نساء اللي قتلوا الألف أربعمائة ضحية قصفوا بالسلاح الكيميائي هيدول ما كانوا يصبحوا الله ولا نواصف هيدول بين نساء وأطفال عم تستنكروا رواية فيها إحراق نمل وتقولوا هذه من خرافات أبي هريرة ماذا عن خرافات سياسات إيران في الدفاع عن نظام مجرم قبل أن يقتل يقول قولوا لا إله إلا بشار شوفوا الله وين حطكم يا إيران يا خامنئي شوفوا الله بأي موضع حطكم فضحكم ربي سبحانه وتعالى الآن تدافعون عن من عن أعتى وأجرم نظام على وجه الأرض تدافعون عنه وتنذرون أمريكا بحرب عالمية ثالثة وأنكم لن تسكتوا عن مهاجمة سوريا ليش شو بدني يعملوا الأمريكان وإنظام السوري يستاهل عقوبة ليش لأنه استعمل الكيميائي ضد الأبرياء والمدنيين ومين أي مدنيين هل كان هذول الأطفال جيش حر هل كانوا النساء اللي قاعدين مخبيين ولادهم ويسألون الله سبحانه وتعالى أن يحميهم من هذا المجرم هل هذول كانوا جيش حر انظر يا إيران خميني انظر يا إيران خامنئي وين حطك رب العالمين زخرف كذب خداع تلبيس استئجار ذمم انفاق أموال طائلة وللأسف الأموال من أين تأتي من الأحواز الفقيرة المعدومة لأنها لأن أهلها عرب وكثير منهم سنة مخزون النفط في إيران يستعمل لحرب المسلمين اليوم لحرب المسلمين اليوم يستعمل انتو شفقتوا على نمل ما شفقتوا على بشر ما شفقتوا على أطفال 1500 طفل يا ويلكم من الله أمريكا اللي بيقولوا الله له ابن أمريكا اللي يعتقدون بالثالوث نصارى الآن في شبه موافقة دولية الآن على عقوبة سوريا من شيوعيين ومن صليبيين ومن صليبيين وغيرهم وأنتم تريدون حماية هذا النظام المجرم أليس هذا من التعصب المذهبي لا شك لا شك بعث العراق هذا نظام بعثي عفلقي صدامي بعث سوريا لا هذا أحسن منه هذا بعث كويس حلبجة هذه جريمة صدامية الغوطة الشرقية هذا نظام يجب أن يحمى ويدافع عنه يا من تدافعون عن النمل وتحثون على قتل الأطفال واغتصاب النساء شوفوا أنا بس عمقول شوفوا الله وين حطكم ممكن ممكن تفتحوا مجال الاتصالات بارك الله فيكم أرجو أن تضعوا الأرقام انتوا شوفوا بس رب العامين وين وضعكم أين وضعكم رب العامين إذا ما في اتصالات حتى نبدأ بحديث ما يسمى برزية الخميس أعطيني أخي المخرج خبر إن شاء الله نبدأ ب طيب نبدأ بحديث أعتقدم في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايتوني بكتف ودوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده فقال عمر وضي الله عنه إن رسول الله قد غلبه الوجع وإن حسبنا كتاب الله هذا حديث صحيح الشيعة يحتجون به جدا جدا ليه السؤال ليه قالوا كيف يفعل عمر هذا عمر يمنع رسول الله من تبليغ الوحي قلت أنت بخاري أنت أيها الشيعة هل أنت بخاري المصدر؟ هل الرواية موجودة في كتبكم؟ هنا يسكت الشيعة ما يستطيع أن تكلم ولا بكلمة ومنذ سنوات أطلقت هذا التحدي وقلت تفضلوا جيبوا لها الرواية لأن تتمسكوا فيها لأن كراهيتكم لعمر يعني اضطررتم بسبب هذه الكراهية أن تأخذوا من البخاري هات أغثنا يا بخاري بما نستطيع به الطعن في عمر هات يا بخاري ما عندك فأنتم عندكم الرواية؟ لا ما عندهم الرواية إذا ما عندكم وتتمسكوا بالرواية هذه من البخاري يلزمكم أن علي أقر عمر على عمله لأنه السكوت علي إقرار وأنتم ما عندكم رواية من كتبكم فيها إنكار علي على ما قاله عمر فهذا إقرار من سيدنا علي كيف تخرجوا منها الورطة؟ هو ساكت في كتبكم عن هذه الحادثة وكثر انتظارنا وتحدينا أن تأتوا بشيء منها في كتبكم ما فيه؟ طيب إذن يلزمكم من ذلك الآن الفوضى في اتباع الهوى في الاستدلال كيف تستدلون برواية من البخاري من غير أن يكون لديكم نظيرا لها من كتبكم؟ كيف؟ أيها الشيع العاقل والله هذا نموذج يبين لك ما بلغ به مشايخ الشيعة من تعصب ومذهبهم قائم على الشحن الطائفي وهذه الرواية تسعفهم سوف نفصل موضوع الرواية إن شاء الله إذن كذلك يلزمكم الآن قالوا أن سيدنا عمر قال إن رسول الله قد غلبه الوجع طبعا هم يكذبون كثيرا حفظين الرواية بسبب اتباع الهوى إن رسول الله قد شاء الله عن اسمه يهجروا إن رسول الله يهجروا مثل ما قالت جاني يهجروا قالوا وين أهل يهجروا ما موجوده بكتاب صحيح البخاري ما موجوده في الروايات المسندة وين إن رسول الله يهجر في القوم اللي كانوا جالسين كانوا يقولون انظروه أهجر هل يعقل يعني قدمونه كتاب ماذا تنتظرون أتظنونه قد هجر أما أن عمر قد قال أهلا قالوا طيب ما معنى غلامه الوجع قلنا لابد من إحسان الظن بهذه الكلمة عمر أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد إتعاب النبي وكان مريضا عليه الصلاة والسلام وكان يقول ذلك في مرض موته طيب قالوا غلب عليه الوجع يعني نفس الشي هجر قلنا لا لأن الذي سمى الرواية هذه الحادثة برزية الخميس وهو ابن عباس وهو راوي هذه الرواية هو الذي قال في بداية الرواية لما اشتد الوجع برسول الله فإذا قلتم أن قول عمر غالب عليه الوجع يلزم منه أنه يهجر فيلزمكم أن ابن عباس الذي كان يبكي لما روى الرواية حتى ابتلت لحيته يلزمكم أنه وصف النبي بأنه يهجر أيضا يلزمكم اترك الرواية انتوا تركوا الرواية انتوا أستر لكم أن لا تروا الرواية هذه لأنها تفتح عليكم ثغرات لأن الرواية ما موجودة بكتبكم ها إذا قلتم مثلا أنتم رويتم في كتبكم كذا كذا فعلى مبنى ما ترونه كذا ماشح بس أنت تجي شو بتقول للعوامل السنة من تدليسكم لماذا قال عمر كذال كذا وكذا لماذا لكن أنت أصلا ما تعتقد أن الرواية صحية عنك لأنه البخاري مش من كتبك مش من مصادرك لماذا تتمسك فيه طيب هنا نذكر هنا نذكر بما يقول الشيع إذا رأيتم الرواية تعارض القرآن ضربوا بها عرض الحائط لا يجب أن تستدلوا بها طيب خلينا نشوف ماذا قال رب العالمين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس يعني يمنعك من أن يمنعوك من تبليغ رسالة الله يمنعك من أباهم طيب ظهر معنا أيه والله نحن نريد إذا كان هناك ملة معمم شيع يريد أن يتواصل معي يتصل وين مشايخ الشيعة الشاطين تعملوا بروباجاندا وتقولوا عرضنا عليه المناظرة فلم فرفض فضلوا تليفونات مفتوحة تصلوا وأن أقترح على قناة وصال أن إذا إن شاء الله استطاعوا ولا يكلفوا الله نسلا لأوسعى أن يكون هناك رقم تليفون خاص بمشايخ الشيعة خاص إذا تبين أن واحد منه من مشايخهم يسكر يخلوا المجال فقط لمشايخ الشيعة فضلوا نحن جاهزين أبدا معنا مشكلة إذن هذه الآية التي استعمل فيها الشيعة رفض والله يعصمك قالوا هذا معنى العصمة يعني ما يخطئ مع أن الشيعة ترفوا أن معنى قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس أن يمنعك الله من أن ينالوك بسوء وهذا في كتابة تفسير التبيان في تفسير القرآن لتوصي المجلد الثالث صفحة 587 وتفسير مجمع البيان للطبرسي المجلد الثالث صفحة 383 واعترفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حرس فلما نزلت هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجعوا إلى بيوتكم أنتم زعمتم أن الله يلزمكم أن الله سبحانه وتعالى غلب رب العالمين الذي وعد بماذا بعصمة النبي من أي شيء يمنعه من كتابة الوحي من تبليغ الوحي فوصفتم الله بإخلاف الوعد ووصفتم الله بالعجز سيدنا عمر صار يعني قوية استطاع تمكن عمر من أن يبطل أو يجعل رب العالمين يعجز عن أنه ما هذا الفهم الباطل أستر لكم أن لا تستدلوا بالرواية فيها إلزامات كبيرة جدا عليكم لكن بس بناسب هي هوى الرواية تناسب هواكم بس إذن يلزمكم إما عجز الله وإما إخلاف وعده أو تنس هوى أو إحسان الظن بعمار اللي تزوج بنت علي وسمى سيدنا علي ابنه باسمه وبايعه بدكم بعد قراءة أكتر من هيك تجعلكم تحسين الظن بعمار أو إذا رفضت كل ذلك كل ذلك يلزمكم بطلان مذهبكم وأنتم لم ولن لم ولن نين ولن تأتوا برواية من كتبكم بما تسمونه برزية الخميس أو تصير بخاري العقيدة تأخذوا الرواية تقولون والله نحن خلاص نحن نقبل بما رواها البخاري ممتاز جدا تفضلوا أهلا وسهلا أهلا وسهلا كتاب البخاري لكل مسلم تفضلوا نعم إذن أيضا يلزم منكم ترك النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يضغط عليه بدون أن يضغط عليه ترك النبي الوصية هون بنسأل الآن هل الوصية واجبة ولا لا يلزمكم أن تقولوا أنها لم تكن واجبة ولا كيف الآن يلزمكم أن النبي ترك التبليغ لو كان لو لم تكن واجبة كيف كيف لا تكون واجبة إذا قلتم مستحبة ممتاز خرجنا من موضوع ركن الإمامة أنتم أصلا أنتم تهم وتحطوا مرة الماضية وتحطوا شوية تبهارات على الرواية وبطعموها يعني ما اسمه في بهار هيك أسود شوي اسمه شيعة بابر شيعة بابر بحطوا شيعة بابر على من شان يعطي نكهة شيعية أنه عمر أراد منع النبي من أن يوصي لعلي بالإمامة شفتوا كيف يا ناس هذا مع أنه النص ما في شي النبي أراد من قال لكم أن النبي أراد أن يوصي لعلي رضي الله عنه ألا تعلمون أن النبي لا يحتاج إلى أن يكرر الوصية فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقد أوصى لكن ليس بطريقة إلزمية عن طريق النصح لأنه يجوز للإمام يجوز الإمام أن يوصي بمن يعرف أنه من أقرب من أتقى الناس وأورع الناس وأصدق الناس وأكثرهم حديثا وحفظا لكتاب الله يجوز للإمام أن يقول الله أنا أرشح مثلا إما فلان وفلان وهذا ليس من أجل الدنيا لا ليس من أجل الدنيا وإنما يريده لصالح الأمة لصالح الأمة والنبي قال يتوني بكتاب أكتب كتابا لألا يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى بها ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نصح في أن يكون الخليفة من بعده أبو بكر إذا نصح بذلك فنصيحته مطاعة ولا يمكن أن يقال لا نخليها بالشورى نخليها لا كيف الآن تقول نخلوها بالشورى والنبي أوصى ونصح الأمة بأن يكون أبو بكر والذي بعده بطريقة غير مباشرة كان يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس المرأة أتت إليه قبل موته أرادت منه حاجة فقال إيتني غدا قالت فإن لم أجدك قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر قراء كلها تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ميالا إلى أبي بكر انتهى الموضوع انتهى الموضوع طيب معنى مكالمة من لبنان من حسين فضل يا حسين سلام عليكم وعليكم السلام أرهن وسهلا بك سمحت الشيخ سلام عليكم عليكم السلام أنا يعني اسمح لي أسأل سؤالين سؤال ثلاثة السؤال الأول إنه شيخنا ليش ما بيكون الخطاب توحيدي للمسلمين في ظل هذه الظروف الصعبة والتحديات التي توحيت بالأمة ونحن نعرف أن الغرب وإسرائيل لا يريدون خيرا لهذه الأمة لماذا لا يكون في خطاب توحيدي بين المسلمين لماذا تتخذون من هذه القناة دائما منبرا للانتقاد والهجوم على الشيعة وهذا يؤجج المشاعر بين المسلمين وهنا هناك اختلافات في العقيدة اختلافات في الفقه اختلافات في كثير من الأمور هذه يعني أنا برأيي لا أتعالج بهذه الطريقة عبر المنابر الأعلامية هناك مجالف للتقريب بين المذاهب هناك لقاءات سلام على التقريب بين المذاهب هذه نغمة أديمة ما عد صارت نشاز يا مولانا أنتم بموقع المسئولية أنتم دماء الناس وأعراض الناس وكرمات الناس في رقاب علماء المسلمين صحيح نعم أنتم القادة أنتم الخواف نعم هذا واجب شرعي وديني وإسلامي وأخلاقي على العلماء الدين أن يقربوا أن يخطفوا من هذا التأجيج بين المشاعر الهجمة على المسلمين هجمة طاحنة أي والله هجمة المذاهب والتأجيج الطائفي تحت عنوين متعددة هذا أولا ثانيا أنا أريد أن أسألك أنه ماذا تقول بقتال إسرائيل وشكرا أهلين أهلين ياريت أنا عندي هالفيديو بس ما بعتقد أنه حيطلع واضح بس إن شاء الله أنه يطلع الصوت واضح فيه هون فيه يستطيع الأخ اللهم عن عمر اللهم عن عمر سلط الله على محمد الوالي الطائبين الظاهرين اللهم عن عمر واضي محمد أحسن نختم أجمد التحان والتبريكات إلى سماحة الشيخ العلامة الأبو معصومة الضيب الجميل الحبيب والبرائي مركزة لها الكيكة إن شاء الله مناسبة خلاق اللعين بنت اللعين أفصل المأدونة بنت المأخون أفصل قد تبرأت من العتلين يعني من النغولة تيمن وعديد أطمان وأبو بكر ومن الثالث المستخف العموي ياهو ما تقول يا جهتاني ومن الثالث المستخف العموي أنا لا أعرف مولان غير مولان علي غير مولان علي وثمان بعد نجلي ومختوم خفي عجل الله تعالى فرج الجلي والصلاة على محمد وآلي محمد اللهم صلي على محمد وغالي محمد ونترف لنا عن إن شاء الله لشفر ومعصوم إن شاء الله لها الصوت بحيو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله لا لا إله لا إله لا إله إلا الله البراءة مقدمة على الأول اللهم 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 لعن عمر ثم أبا بكر وعمر ثم عثمان وعمر ثم عمر ثم عمر ثم عمر اللهم لعن حفصة وعائشة اللهم لعن أول ظالم ظالم حقا محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصاب التي جاهدت الحسين وشايعت وضايعت حلقة لهم اللهم لعنهم جميعا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد الله اللهم لعنك أنت وآلك ما رأيكم ما رأي المتصل حسين بأهمية الخطاب التوحيدي شو رأيك بها الخطاب شو رأيك بها الخطاب الطائفي ما رأيك عم يأكلوا سم الهيري إن شاء الله عم يأكلوا كيك بمناسبة هلاك عمر وعائشة شو رأيك بالخطاب التوحيدي مش هني أولى أن تذهب إليهم وتقول لهم استحوا على أنفسكم يا منافقين يا ما تسبون يتسبون عرض النبي صلى الله عليه وسلم تسبون عرض النبي صلى الله عليه وسلم وتصلوا على النبي وآل محمد لك أنت اللي عم بتسبوهم عم بتصلوا عليهم يا جهلة اللي عم بتسبوهم حفصة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عايشة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يا جهلة عم بتسبوهم وعم بتصلوا عليهم ومش عارفين لجهلكم المركب أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه وأبنائه ما بعنا وقت لنكمل موضوع حسبنا كتاب الله لكن هنكمل إن شاء الله من بداية الحلقة القادمة نكمل التعليق على هذه الرواية بس بحب ذكركم أنه سيدنا علي قال حسبنا قال لا حاجة لنا لا حاجة لنا إلى كتاب الله حسبكم عفوا حسبنا ثلث القرآن لأنه الشيعة بيقوله الموجود عندنا الآن هذا الثلث واللي موجود عند المهدي الثلثين البائيين كما قاله الجزائري في الأنوار النعمانية المجلد الثاني صفحة 360 صفحة 360 بحب ذكر قبل ما أنتهي أنه هيدا عبدالإحسان الموسوي صاحب كتاب المراجعات في كتابي هذا يجعل كل ما روية في كتاب الكافي بمنزلة المتواتر بمنزلة المتواتر يعني الرواية التي فيها سهو النبي هذه متواترة عند عبدالحسين ماذا يقول عبدالحسين في كتاب المراجعات يقول عبدالحسين وأحسن ما جمع منها الكتب الأربعة يعني من جمع الكتب الثمانية التي هي مرجع الإمامية في أصولهم وفروعهم من الصدر الأول إلى هذا الزمان وهي الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه وهي متواترة ومضامينها مقطوع بصحتها يعني النصوص المتواتر متعلق بالسند والمضمون يعني النص وبعض الشيعة جهلة بفكرنا يتكلم عن المضامين بدون الأسانيد وهذا من جهلهم ومضامينها مقطوع بصحتها والكافي أقدمها أعظمها أحسنها أتقنها وفيه ستة عشر ألف ومئة وتسعون وتسعة وتسعون حديثا وهي أكثر بما اجتملت عليه الصحاح الستة بأجماعها إيه هي أكثر بس المجلسي صاحبكم اعتبر احت عشر ألف بأعتقد من جملة ستة عشر ألف اعتبرها روايات باطلة روايات ضعيفة وإشه البهبود يضعف البقية حتى صارت تلت ترباع ضعيف وما تبقى عنده من الصحيح إلا الشيء النزر اليسير نكمل إن شاء الله موضوع حسبنا كتاب الله في الحلقة القادمة جزاكم الله خيرا وعلى حسن استماعكم وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم الأسبوع القادم كونوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة